عموماً خلونا برضو نقول مبروك للأستاذ عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح اللي منورنا على التليفون يا فنم صباح الفل على حضرتك وأهلاً بيك صباح الفل وقالت شكراً على الكلام الجميل ده ده عن استحقاق وعن جدارة يا فنم وطبعاً بدايةً مبروك تصدر حمزة للتصنيف الدولي ويعني وفي طفرة الحقيقة في ترتيب لعبتنا بشكل عام ولا حضرتك شايف ايه الحمد لله في نتائج جيدة بتحصل خلال الفترة الفاكتة باليابة للفترة عموماً زي الحكي فضلت كده وقلت على محمد حمزة أول الوقت بعد ممتاح 50% من موش بالتعليل 10 بطولات 25 وهو بيتصدر التصنيف الأولمبي بعد 7 بطولات وفضلنا كما 5 بطولات إن شاء الله ديبت الديناميزة اللي باتروح إن شاء الله تلعب بأولمبيات كريف إنه لو عندنا المصنفين في الترتيب المتقدم يلاعبوا مصنفين في ترتيب متأخر في الأبوار التنجدية دي المشكلة لكيب أبلادي في توكيو متذكر حضرتك ونحن الترتيب المتأخر وكننا بنلعب كل ما تفضل مع أبطال عالم طبع مرة دي الحمد لله إسم الأبطال العالم المتفضلين وفي أبوار التنجدية نلعب مع لعبين من هومستر طيب ده مطمئن إلى حد كبير على الأل في المرحلة الأولانية من الرحلة ولا إيه؟ أنا أتفل معاك طبعا لكن أنا وكريم برضو عايزين نتطمن يعني أيضا من حضرتك فندم على بنتكلم كم لاعب حتى هذه اللحظة تأهل رسميا لأولمبيات باريس والخطوة اللي بعد التأهل بقى والاستعدادات بإذن الله يعني هتكون إزاي علشان نقدر حتى نتطمن إن إحنا نضمن على الأقل يعني ميداليا تفضل فندم طيب خلينا أولي تخبع عبداليك السواحل هنا التأهيل الأولمبي بالنسبة للإستلاح يتم إلاها عنه في واحد إبريد بعد نهاية واحد جبير 24 إن شاء الله تمام بعد نهاية الفطوات المؤهلة كلها لكن كيف هو عشرات رسوط بعد قوي بقول إن فيه التأهيل الأولمبي ينتهي فيه يعني يعلن رسميا في واحد إبريد تمام تمام 24 لكن المؤهلة الشراء بعد انتهت 20% من المنافسات بتقول إن شاء الله الفريق المصري عنا ترشرح في خدوة 17 لعب ورسم 17 عدد قويس جدا طيب بعد لما يكون فيه زي ما كنت بقول لحضرتك تأهيل خلاص بشكل رسمي الاستعدادات بقى وخلينا نعرف من حضرتك الرحلة الغاية إن شاء الله يعني أولمبيات باريس بقى وبدء المنافسات تفضل إحنا بالنسبة لنا التأهيل هو الضغط من الخطة الخطة المعمولة هو الهدف الأساسي هو أولمبيات نفسها فإحنا التأهيل ما عنده مشكلة فيه بنعتبر اللي إحنا ماشيين بخطة ثابتة نحو تحقيق الأهداف بتاعي إيه اللي إحنا عايزين نحققه إحنا عايزين نقف على المرسطة التسويق إن شاء الله إحنا عايزة فضلت وقلت كده بماديليا أولمبيا على الأقل وإحنا أعتقد اللي إحنا قادرين على كده والنتائج اللي تبحق حاليا بتشير إلى إن ده وارث وبقوة جدا نتمنى نتمنى كل التوفيق إن شاء الله لأن برضو خلينا نرجع نقول الرياضة دي تحديل مكلم عن الشيش سلاح الشيش لا من الرياضات اللي مؤخرا عملت تطوير يعني شهدت تطوير كبير جدا في الأداء وفي النتائج في العمو في البطولات المختلفة فإحنا عندنا أمل كبير يعني دي من الرياضات اللي عندنا أمل كبير فيها نيات حقب إذن الله ميداليا على الأقل في أولمبياة باريس كل التوفيق ليكو يا فندم شكرا جزيلا شكرا كلام جميل وأعتقد كده فيه بشاير حلو لحد الدولات اللي ما تيجي تتكلم أنا متفألة أكتر عن أولمبياة توكيو بصراحة لأن أنا شايفة شغل لما بنيجي نتحدثه بطبيعة البرنامج احنا بنتكلم مع كل رؤساء للتحداث يعني وبنحاول حتى نوصل معهم ليه المشاكل وهل فيه أمور بقت أفضل حتى مقارنة بأولمبياة توكيو وما بعدها الفترة اللي كانت بعدها فكله بيتكلم أو بيتحدث أن الدنيا بقت أفضل بشكل كبير جدا كان فيه تدليل للعقبات وزارة الشباب والرياضة قدرت تعمل على قد ما تقدر خاصة فيه الشق المادي والبودجت اللي هي كل التحاد للأسف الشديد تقريبا بيعاني كان منها ففيه تفاقل إلى حد كبير عن توكيو نتمنى نتمنى بقى يترجم التفاقل والتطور والتحسن في كل الظروف بين ميدليات كعدد طبعا أكتر لصالح مصر وكذا كده حتى العدد لو تاخد بالك يعني كم الرياضات اللي احنا مشاركين أو تأهلنا من خلالها لدورة باريس عشرين وعشرين أكتر بكتير من قبل كده عدد اللاعبين واللعبات أكتر بكتير من قبل كده فبالتالي احنا متعشمين على رأينا هواند نحصد المزيد من الميداليات الفترة اللي جاية ان شاء الله من كلالها دورة نتمنى برضو ان احنا نقدر نكون مترددين وقتها طبعا في باريس ومكان رائع وقامة في واحدة من المدن اللي انا بعشقها بصراحة باريس وفي توقيت هتكون حلو برضو اي توقيت بحالو باريس والله صحيح اي توقيت ايوة ايوة ايوة